مرحباً شكراً للموقع اليوم 24 كما تفضلتوا وقلتوا في تقديمكم عاشت مدينة الإقليم العلائش ومدينة القصر الكبير خاصة فاجعة يوم أمس بحيث أننا استقبلنا انطلاقاً من صباح الباكر اليوم أمس على مستوى المشفى المحلي بمدينة القصر الكبير لمجموعة من الجوتات المجهولة الهوية الأغلبية فيها في ساعتين استقبلنا ساعة ستة الجوتات المجموعة للمواطنين التي تترافح أعمارهم ما بين 35 سنة أكثر من 50 سنة ومن بعد بدأت تتوفد حالات أخرى لأنها حالة الاستنفار على مستوى المشفى وقد تترتفع الحالات بشكل طراضي بحيث أننا توصلنا بحالات وفياتهم من بعد فتوصلت الساعة الحادي عشر توصلنا بحالات دين الناس اللي هما في حالة حريجة اللي مام توفيين شنونك اللي تربط بيناتهم هذين الناس كاملين هو تناولهم المادة معينة على حسب البحث لنا الأولي على مستوى المشفى وابقات الحالات الطيلة اليوم تتواصل ما بين حالات اللي تتشينا جوتت وما بين حالات اللي هي حالات حارجة طبعا الحال قمنا بتوفير الرعاية الصحية لحالات اللي هي الحارجة حالات اللي تم لئ حالة ديالها على المشفى الإقليمي للأمرين والحالات اللي تشفت على مساوى مشفى القرب بعد ذلك طيلة هذ اليوم إلى حدود الحالة الأخيرة اللي كانت عندنا هذ النهار اللي هي حالة وفاة وصل العدد الإجمالي الحالات الوفاية التسعتاش الوفاة عدد اللي هو كان كبير وعدد اللي هو مهويل زائد الحالات اللي كانوا في التتبع كانوا سبعة ديال الحالات حالات اللي هما الحمد لله حتى الآن وهذا هو ما يطمئل القلب أنهم ماشي ما بقوش في الإنعاش ولكن حالات اللي يتم تتبع ديالهم حالة بحالة كلها والحالة دياله كاللي وصلنا لدياليز لكي باش هاد المواد هاد السامة ما تبقاش في الدات ديالهم الحمد لله نتمنى الحالة الآن غير مقلقة لفات الساعات الأخيرة نتمنى ومن توصلوش بحالات أخرى المركز الصحية ديالنا لا مستوى المقاراوي ولا المشتفين بجوج أننا فيهم حالة السين فار بأن أي حالة اتشاف يتم الإعلان ديالنا مباشرة لأننا فيه تنسيق مباشر مع خلية اليقاظاء وطبيعة الحالة المركز الوطني المحاربة التسمم واليقاظة الدوائية لذلك هذي أمور اللي اختمين عليها باش نشوفو فين تطور ديال الحالة المادة اللي هي كانت السبب في هذا الحالة وطبيعة الحال الجوتة تكاملة راه تحالت على مدينة الطنجة من أجل تشريح من أجل تدقيق أكثر في سبب وفات هي هذا المواد السامة اللي كينا في هذا الكحول فاكستيدا ممكن تبان بزف ديال الأمور تضطر على الكبيت تضطر على المستوى العصابي بحيث أن بالضبط الاحتمال الكبير هو المطالون هو السبب اللي كان مخلط مع هاد الكحول أول حاجة حالات كنا نشوفو حالات ديال العامة هو تسبب العامة وفي حالات خرى تسبب الوفاة كما الوفاية كما شندا ولا دونك تمشي لجميع الأعضاء ديال الجسد وتيت بسرعة كبيرة دونك هنا تتم المراقبة ديال هاد النساد إلا كانت هاد المادة هي غادين عكين الأبحث دونك تيجي وعدنا تلتين وسبعين ساعة مورا تناول ديالهم ديال هاد المواد كما قلنا هناك حالات تنكو ما كنش أن ننطيضو تخاص بهاد بهاد المادة دونك في تنصيق مع المركز الوطن التسمم دونك تنقوموا بالعمليات بحال كاليدان دياليز كين بزاف ديال الأمور لتنتبعوها وتتبقى الحالة متبع جميع لزورغان دياله تبقى متبعين بشكل آخر لزورغان دياليز ديالبيولوجي الإيكوغرافي لسيجي دونك جميع الأمور تتتم المراقبة ديالها بحال السم ديال الأفعال لأي السم كيمكن ما كان دونك هذه تبقى تحت المراقبة وقت معين إذا في انتظار ما ستتسفر عن التحقيقات ترجمة نانسي قنقر